فبلومبرج يا سيدي بتتكلم ان احنا هنفلس والاستاذ مامدوح الوالي بيقولك ان الخليج دا قدرعا بالديون بتاعتنا والعملية كرب خالص والقصة رايحة في 60 دهية والاعلام المصري بيقول ما تجيبوه سيرة سريلانكا ونشأة زعلان ان بلومبرج قالت سريلانكا وبيقولوا اهل الشر عايزيننا زي سريلانكا في وسط هذا الهوس السريلانكي في القاهرة وحواريها ومدينة انتاجها الاعلامي صحية النهاردة الصبح على خبر غريب الشكل الحقيقة الشيخ حسني وهو بيعدي الرجل الضرير في الشارع وبيقول له اما كانش سليم النظر اللي زي حالاتي يساعد عاجز النظر اللي زي حالاتك يبقول على الدنيا السلام ايه الحكاية يا عمي الوزير الخارجية السريلانكي ووزارة الخارجية السريلانكية بتنشر على موقعها الرسمي صورة لقاء بين السفير المصري في سريلانكا مجدي مصلح ووزير الخارجية السريلانكي ايه الحكاية وهو بيسلمه المجسم الجميل ده البيانة الحقيقة بيقول انه حصل لقاء بين السفير المصري ووزير الخارجية السريلانكي لبحث سبل التعاون في التنمية والتعاون الاقتصادي ومش عارف ايه انا حيانا مريت الخبر يعني هو اللي استحضرني للوقتة بتاعة محمود عبد العزيز انه سليم النظر اللي زيه بيساعد او بيعدي عجز النظر اللي زيه فيه بيقول على الدنيا السلام يعني احنا اصلا رايحين في ستين دهية وعملين نحلف بالله ونجيب المصحف والمسدس ونقول والله العظيم احنا من السريلانكا اوعى تسمعهم كمليين اوعى تسمع اسما جويش اوعى تسمع اللي بقولك سريلانكا حاسب يا جدع احنا من السريلانكا احنا زي صنغفورة تمام حلو احنا من السريلانكا واحنا كويسين خالص وسريلانكا فلست لانها وحشة خالص فقوم يا مؤمن السفير المصري بتاعك في سريلانكا اللي هي وحشة خالص يقابل وزير الخارجية السريلانكي ويقعد عشان ينقشوا ايه ينقشوا سبل التعاون للتطوير والتنمية والتعاون الاقتصادي عارف انت الكتاب بتاع بلال فضل بتاع ماذا فعل العيام بالميت طبعا الناس كلها عارفة ماذا فعل العيام بالميت انا مش محتاج اوضح لكن هو كتاب بلال فضل بصراحة كان جميل جدا يعني هو عيانه ميت فعلا واحد مات خلاص ثلس واحد عيان رايح قرب يموت زيه فالاتنين الحمد لله بيتقابلوا مع بعض عشان يشوفوا يعني يا الميت هياخد العيان جنبه ويبقوا اتنين اموات يا العيان مش عارف هيعمل ايه في الميت الحقيقة الناس كلها عارفة لكن لما دورنا شوية لقينا الكوميديا ممتدة عارف الكلمة بتاعة البرشامس هو والله بالضبط كده في صنف عالي جدا عالي الجودة بيتعطى المسؤولين المصريين والمسؤولين في دولة سريلانكا الشقيقة ايه اللي بيحصل اللي اتنين واضح ان هم عايشين في عالم تاني دولة فلست ودولة هتفلس فبيعودوا مع بعض عشان يتكلموا في ايه مش بس السفير قاعد مع وزير خرجية لا ده محافظ دولة السويس الشقيقة محافظ السويس في مصر استضاف السفير السريلانكي في مصر عشان يبحثوا ايه خلال استقباله السفير محافظ السويس نرحب بالاستثمار السريلانكي يا جماعة والله هتموتونا من الضحك والله فعلا هتموتونا من الضحك مش ممكن كم كوميديا مش معقولة يعني انت عارف يعني انت مش بس في سريلانكا هناك البرشام لا احنا حتى عندنا في مصر محافظ السويس تقريبا قاعد زهقان فقال بقولك ايه ما تجيبولنا سفير نقابله قال له ما فيش سفر يا عم هيجو يقابلوك قال ما تجيبوا سفير سريلانكا ما هم فلسوا اصلا وحالتهم كرب هاتوا نقعد نقابله فكلموا سفير سريلانكا قال له دا احنا عايزين نستثمر معاكم فانا للحظة وانا آسف خدت الناس خدت الاثنين المجانين دول بجد يعني تعاملت مع مصر وسريلانكا بجد انه هم جدين وروح تشوف طب ايه اخبار الاستثمارات بجد طب هو الصادرات عاملة ازاي فدخلنا على المواقع اللي بتكلم على الصادرات السريلانكية لمصر فوجدنا الاتي صادرات سريلانكا لمصر كام يا جماعة في 2021 زي ما انت شايف كده 38.6 مليون دولار وطبعا الصورة موضحة لحضرتك كل حاجة وتحت في جدول متعلق بالسلع اللي سريلانكا بتصدرها لمصر فيها بعض الحاجات زي القهوة والشاي وامور اخرى طيب احنا عايزين استثمارات سريلانكية الناس عندهم 38 مليون عندنا هو فحاجة حلوة خالص طب ما تيجوا نشوف كده صادراتنا احنا لسريلانكا صادرات مصر لسريلانكا كام الرقم كام يا جماعة 12 مليون دولار 12 مليون دولار دي صادرات مصر لسريلانكا بنصدر لهم تقريبا ادوات كهربائية ومستلزمات كهربائية وحاجات غريبة جدا فحضرتك عنوان عريض لهذه الفقرة ماذا فعل العيام بالميت مصر قعد مع سريلانكا عشان يتبحثوا في سبل التعاون الاقتصادي يابي سريلانكا فلست بس معلش احنا رايحين نتبحث معها اقتصاديا عرفت بقى عمر احنا ليه رايحين لسريلانكا لان انتو مش بتروحوا تقعدوا مع تركيا مثلا مش بتقعدوا مع دول بتفهم في الاقتصاد مش بتقعدوا مع نماذج نجحة لا انتو رايحين لأحدث دولة اعلنت افلسها وشوفنا المشاهد والسفير بتاعك رايح يابل وزير خارجيتها ومحافظ السويس عندك بيجيب سفيرها عشان تقعدوا تقعدوا وقت لطيف تتكلموا في تعاون الاقتصادي اقتصاد ايه؟ هو فين الاقتصاد؟ انت مفلس ورايح تشحط من صدوق النقد وهتعلن افلاسك قريب وسريلانكا اصلا فلست وانتو الاثنين رايحين تقابلوا بعض وان ما كانش العاجز المفتح اللي زي يساعد العاجز اللي زيك فاقول على الدنيا السلام وعنوان عريض زي ما قلت ماذا فعل العيان بالميت اشتركوا في القناة